موسيقى السادسة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى قرار رسمي سوري بعودة الفلسطينيين إلى مخيم اليارموك والمقداد يؤكد للميادين حرص دمشق على إعادة ترميمه موسيقى بعد رفض السبسي التعديلات الحكومية نداء تونس يتهم الشاهد بالانقلاب على الرئاسة والنهضة تصف الاتهامات بالسياسة المزدوجة موسيقى رفض أوروبي روسي تركي للعقوبات الأمريكية على إيران وتمسك باستمرار التعاملات التجارية معها موسيقى استطلاعات الرأي تظهر تقدم الديمقراطيين في مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية الأمريكية موسيقى أهلا بكم أعلن مسؤول الإعلام في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا أن دمشق اتخذت قرارا بعودة الفلسطينيين إلى مخيم اليارموك وفي تصريحات للميادين قال رجا أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أبلغ الجبهة قرارا سوريا رسميا بعودة أهالي اليارموك الذين هجرهم الإرهاب إلى مخيمهم وأشار إلى أن المخيم أصيب بأضرار بالغة وأن أجزاء منه مدمرة بالكامل فيما ستجري العودة عبر خطوات منظمة رجا وصف القرار السوري بالمهم لافتا إلى أنه سيبعث الراحة في صفوف الفلسطينيين عموما وأبناء اليارموك خصوصا مديرة مكتب الميادين في دمشق نقلت عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحكومة السورية تمد يدها إلى كل الجهات المعنية الفلسطينية والإنروا لإعادة ترميم مخيم اليارموك لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العودة إليها نحن باتصالنا بالدكتور فيصل مقداد أيضا للوقوف على حيثيات هذا القرار قال للميادين بأن هذا القرار فعلا قد اتخذ وبأن هناك رغبة من الحكومة السورية بأن يتم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل المخيم وجاء هذا القرار بعد مشاورات كثيرة ضمن جهات أمنية وسياسية من أجل اتخاذ هذا القرار وطبعا بالنسبة لدماشق ليس فقط عودة اللاجئين الفلسطينيين للمخيم لأنه كما تعلم المخيم أيضا كان فيه سوريون وبالتالي عودة جميع من كان يقطم في المخيم إلى داخل المخيم طبعا بالنسبة للإجراءات أو الخطة الموضوعة كما علمنا أيضا من أنوار رجاب بأن هناك تفاصيل إجرائية بمعنى أنه ستكون هناك خطوات لا شك بأن سوريا لا تزال تحت الحرب وليس هناك من خطة شاملة لإعادة الإعمار سيكون المخيم شأنه شأن بقية المناطق التي حاولت الحكومة السورية أن تقوم بإعادة ترميم البناء التحتية بما يسمح بعودة الأهالي وهذا جهد ستتخذه محافظة دماشق بحسب ما قال لنا الدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية وبأن هناك أيضا إجراءات لجهة جهد لجهة إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المجموعات المصلحة وخاصة داعش الذي كان يستقر في المخيم قبل تحريره من قبل الجيش السوري والحلفاء قال الرئيس التركي رجب طايب أردوغان أن الدوريات المشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قرب الحدود التركية السورية تعد أمرا غير مقبول وأضاف في تصريح صحافي أنه سيبحث هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنناقش هذه الأمور في باريس مع جميع الوثائق هذا غير مقبول من غير الممكن لنا قبول هذه الأمور لأن مثل هذا الوضع قد يسبب سلبية خطيرة على الحدود أظن أننا عندما نتحدث مع ترامب فإنهم سيقفون هذه العملية على الأرجح رفض رئيس التونسي ألباجي قائد السبسي التعديلات الوزرية التي أجراها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورأت حركة نداء تونس أن التعديل الوزاري انقلاب على رئيس الجمهورية ولسيما أنه لم يستشار بشأنها مصدر في رئاسة الحكومة أوضح أن الشاهد توجه لمجلس نواب الشعب بطلب منح الثقة للوزراء الجدد النائب عن حركة النهضة عبداللطيف المكي دعا جميع الأطراف السياسيين في تونس إلى العودة إلى الرشد وفي تصريح لوسائل إعلام تونسية رأى المكي أن اتهام حركة نداء تونس حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها الجديدة بأنها حكومة نهضوية اتهام باطل وممارسة لسياسة ذات وجهين وللمزيد ينضم إلينا من تونس القيادي في حركة النهضة سيد عبد الحميد الجلاصي أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الحميد نود بداية الحديث والوقوف معك على موقفكم أو نكرر معك فيما يتعلق بهذا التعديل الوزاري أو التحوير الوزاري وبماذا تردون على كل الاتهامات التي تأتي من الطرف الآخر ولماذا برأيك تشن أو يشن الطرف الآخر كل هذا الهجوم على هذه الحكومة الجديدة والتركيبة الجديدة أهلا ومرحبا بكم نحن في حركة النهضة نعتبر أن هذا التعديل الحكومي قد تأخر وقته البلاد تعيش في أزمة سياسية منذ ثمانية أشهر سبب هذه الأزمة هي الوضع الداخلي لبعض الأحزاب وخاصة للحزب الذي جاء أولا في انتخابات سنة 2014 هذه الآن نحن خطوة أولى في تجاوز هذه الأزمة السياسية بتقديم هذه التركيبة هذه التركيبة السيد رئيس الحكومة دعا لها مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وشخصيات وطنية نعتبر أن التركيبة في مجملها معقولة في هذا الوقت معقولة بمعنى أنها تركيبة مخضرمة ضمت شخصية لها تاريخ سياسي طويل وتاريخ إداري طويل وتحملت مسؤوليات علية في الدولة التونسية منذ عقود إضافة إلى قيادات سياسية كانت مضطادة في عدل الاستبداد وهي التي أدارت المرحلة بعد الثورة ثم أيضا قيادات شابة رجالية ونسائية بما يعطي آملا لشباب التونسي أن الأفق السياسي مفتوح أمامهم أيضا أعطت إشارة مهمة في تقديرنا تونسيا أن شخصية تونسية من ديانة يهودية أيضا لها أعطيت منصبا مهما وهو وزارة السياحة بمعنى أن تونس الديمقراطية تونس الجمهورية الثانية هي تسوي بين مواطنيها مهما كانت الأديان امتاحم ومهما كانت أجنسهم أيضا وهذا على قاعدة الإدماج الجمهورية الثانية هي إدماجية كان بودنا أن يكون إخواننا وأصدقائنا في نداء تونس في هذا التشكيل الحكومي لكنهم اختاروا ما أعتبره سياسة هروب إلى الأمام اختاروا موقع المعارضة واختاروا أن سد الحكومة وإطلاق النيران الصديقة عليها من خارجها وهذا في نوع من التموقع الانتخابي قبل سنة من انتخابات من حقهم أن يختاروا الموقع الذي يشاءون ولكن ليس من حقهم تسليم الأوضاع ممكن أن تشرح لنا أكثر ما الذي قصدته سيد عبد الحميد باختيار هذا الموقع قبل الانتخابات وأنتم في النهضة كيف تفهمون هذا الاعتراض إذا كانت هذه الصورة الإيجابية للتحوير الوزاري كيف تفهمون هذا الاعتراض من إداء تونس أننا على كل نعتبر هذه السنة ما هو مطلوب من هذه الحكومة مطلوب من هذه الحكومة بدرجة مستعجلة أن تنضيها للبرلمان ثم مطلوب منها أن تتقدم بميزانية فيها الحد الأدنى من الإجراءات الاجتماعية ثم مطلوب منها تيرة السنة القادمة أن توقف التدهور وأن تعيد الأمل للفئات الضعيفة وخاصة للشباب ومطلوب منها آخيرا أن تذهب أن تعدى المناخات لتحصل الانتخابات خريف سنة 2019 في أفضل الظروف وبأفضل مشاركة حزبية ومواطنية ممكنة هذا هو المطلوب من هذه الحكومة في هذا الوقت الآن بدأت التموقعات الانتخابية الأخوة في ندى تونس بعد أربع سنوات من التشارك يريدون أن يتفاصوا من حصيلة الحكم ويريدون أن يتفاصوا من مسؤولية حكمهم ويريدون أن يتموقعوا وأن يعيدوا بلاده إلى منطق التجاذبات الذي ساد في سنة 2014 من حقهم أن يختاروا ما يشاءون لكن نريد تنبيههم أن الهروب إلى الأمام وأن اتهام الآخرين بقصورهم هذا غير مفيد لا لتونس ولا لهم هؤلاء لم يتحملوا مسؤوليتهم في الثانية الأربع الماضية حيث كانوا عبءا وأقولها عبءا على الحالة السياسية في البلد وعوض أن يقدموا أتروحات ومقترحات للبلد كانت البلد تعاني من مشكلات ندى تونس ولم يأخذوا الدروس المناسبة من هزيمتهم في الانتخابات الجزئية في ديسمبر الماضي في ألمانيا انتخابات تشريعية ولم يأخذوا أيضا الدروس المستفادة من هزيمتهم في الانتخابات الماضية والآن يريدون تحميل مسؤوليتهم للناظرة أولا ثم للسيد الشاهد الثانيا نحن نقول هذا غير مفيد وأقول أيضا أن المزاج الشعبي قد تجاوز تلك الثنائية الحداثيين مقابل الرجعيين القرن الواحد والعشرين مقابل القرن السابع وليس لهم أن يتباهوا بديمقراطية في الوقت الذي لهم يستطيعوا لحد الآن وبعد خمس سنوات من تأسس حزبهم أن يعقدوا ولا مؤتمرا واحدا من حقهم أن يختاروا ما يشاءون لكن في تقديري أن القطار التونسي قد مضى وأتوقعوا أن الحكومة ستحصل على تزكية من البرلمان في وقت قريب وأتوقعوا أيضا أن الميزانية ستمر وأتوقعوا أيضا أن التونسيين سيبحثون في الرب نعم قبل أن أتحدث معك سيد عبد الحميد الجلاصي عن انعكاس هذا التعديل الوزاري على المجتمع في تونس والأزمة التي هي موجودة أصلا بالشكل العام في تونس على كل السعود أيضا هناك اتهام لكم أنتم كنهضة حدثتني عن تموضع أو تموقع نداء تونس أيضا أنتم متهمون أنه في هذا التوقيت أنتم تغذون هذا الخلاف الذي هو حاصل بين يوسف الشاهد ابن هذا الحزب حزب نداء تونس ولكم أيضا مصلحة في هذه التموضعات الجديدة لا نحن مصلحتنا عن تمضي البلاد في مناخات سليمة إلى الانتخابات التشريعية ورئاسية لسنة القادمة منذ مدة إخواننا في نداء تونس يريدون أن يقول لنا بنفس منطق بوش من ليس معنا فهو ضدنا نحن لا نتدخل في معركة داخلية بين شقوقنا أو حساسيات من نداء تونس ولا من غيره نحن قلنا نقف مع السيد يوسف الشهد باعتبار رئيس حكومة وباعتبار بحث عن الاستقرار ونحن بحثنا على أن تلتم جروح وشقوق لأخو في نداء تونس وهم اختاروا التناحر الداخل لكن الآن يريدون أن ينقلوا هذا التناحر إلى أجهزة دولة ويريدون أن ينقلوا هذا التناحر إلى مجمل الفضاء الحزبي نحن غير معنيين بهذا المسألة نحن سندخل مع العقلاء والديمقراطيين والوسطيين من العلمانيين ومن اليساريين ومن الإسلاميين للبحث عن إمكان لعقد للحكم البلد من سنة 19 إلى 24 تريدون إقصاء نداء تونس؟ تريدون إقصاء نداء تونس؟ أفهم من كلامك؟ نحن لا نقصي أحدا حدثتني أن حركة نداء تونس سألتك لأنه حدثتني أنه نداء تونس كانت عبء بالإضافة إلى ما ذكرت الآن عبء تحديدا كانت على من نداء تونس؟ على الشعب على الشعب لأنه أزماتها لأن أزمات الداخلية للحزب الأول تنعكس على الحكومة وتنعكس أيضا على البرلمان ولكن في كل الحالات لا زالت أيدينا مفتوحة إلى الجميع نحن ننادي بتعاقد ديمقراطي اجتماعي يمكن أن يمايد لكي تكون حكمة البلد من سنة 19 إلى 24 أفضل من الطريقة التي حكم بهذه البلد من سنة 14 إلى سنة 2019 نحن مع هذا نحن مفتحون نحن لا نشتري معركة مع أحد نحن ليس لنا أعداء وليس لنا خصوم نحن لنا شركة ونحن مقتنعون وهذه عقيدتنا السياسية أن البلدان في أوضع الانتقال الديمقراطي تحتاج إلى أوسع كتلة سياسية واجتماعية ممكنة لإدارة وإجراء وإنفاذ الإصلاحات وخاصة ذات الطبيعة الاقتصادية الاجتماعية حدثنا عن هذه الكتلة أكثر كيف سيكون شكل التعاطي في المرحلة المقبلة بين أكبر قطبين ما الذي ننتظر بعد هذا الخلاف الذي يبدو أنه في اتجاه التصعيد أكثر اليوم مع التحوير الوزاري أنا أتسور أن البلد المدى القادمة سيكون المزاج هو بين أطروحتين بين أطروحة ما أسميه التأزيم والإحتجاج والعراق وأطروحة ثانية هي أطروحة البناء والبحث عن المشتركات نحن في النهضة ليس لنا اعتراض على أحد بعض الأحزاب وبعض التنظيمات كانت لها عداوة محركة النهضة المدى الأخيرة حصلت نوع من الإشارات لإذابة الجديد ونحن مستعدون للتقدم أكثر في هذا الاتجاه كل ما مدت لنا يد نمد يدنا أكثر قلوبنا وأيادنا وأقولنا مفتوحة للجميع من أجل ماذا؟ من أجل مشروع وطني قوامه مزيد تكريس الديمقراطية في البلد ثانيا الحوكم الرشيدة ثالثا الاقتصاد الاجتماعي بما يحرك الاقتصاد وبما يخلق الثروة وبما يعيد توزيعها وأرابعا حماية القرار الوطني كل ذلك على أساس من التشاركية هذه الفترة فترة عشر سنوات قادمات لا تحكم بالأقلية والأغلبية وأنما تحكم بالتوافق لما تستقر الديمقراطية يعني لما يلتحق المنجز الاقتصاد الاجتماعي بالمنجز السياسي ولما نحمي التبق الوسطى ونعيد لهذا الاعتبار حينها نصل إلى وضعية الديمقراطية المستقرة وحينها تكون الأقلية والأغلبية لكن هذه المرحلة البلاد محتاجة للجميع على أساس الدستور على أساس احترام الديمقراطية على أساس احترام التنافس على أساس البرامج ونترك المرجعيات كل حزب حر في مرجعيته يؤثر بها مناصره ومناظره ولكن نلتقي على أساس المهام الكبرى وعلى أساس البرامج وعلى أساس المخترحات وعلى أساس ديمقراطية اجتماعية بالنسبة لبلدنا إذا كنت تتحدث عن تشاركية وتوافق برأيك لها كل الحق ربما نداء تونس أن تقول أن هذه التعديلات كان يجب أن تكون بتشاور مع رئيس الجمهورية لماذا لم تكن بحسب الدستور ولم تدعموا هذا الحوار مع رئيس الجمهورية أيضا لا نحن حرسنا نحن حرسنا منذ أشهر نحن حرسنا منذ أشهر وكانت كل قرارات من مجل الشورى والمكتب التنفيذي وقية الحركة ورئيس الحركة وزحاماتها دائما ندعو إلى مواصلة الحوار وإلى مواصلة التوافق وأن التوافق في هذه المرحلة ليس خيارا وإنما هو ضرورة تمليها المرحلة ولكن بعض السلطة يريدون أن نكون إما معا وإما ضد نحن لسنا معنين بهذه المعارك الضدية في حزب من الأحزاب وبالتالي ورغم ذلك ورغم ذلك نريد أن نحفظ مقامات الجميع رئيس الجمهورية بصلاحيته ولكن ضمن دستور الجمهورية الثانية ورئيس الحكومة له صلاحيته وحتى بعد المصادقة على تشكيل الحكومية لا يذهبن في ذن أحد وبما في ذلك السيد رئيس الحكومة أنا نستطيع نعطيه سكا على بياد حركة النهضة ستمارس دورها الرقابي مع الحكومة التي ستصوت لها ويتدعو من هذا المنبر السيد رئيس الحكومة إلى مزيد ضبط فريقه وإلى مزيد تدقيق الإجراءات خمسة أو ستة إجراءات تكون واضحة للشغال عليه الثلاث السنة وإلى ضبط استراتيجية تواصلية واضحة وناجعة ويتدعو أيضا الوزراء القدامة الذين نكنوا في الحكومة وبعضهم لا يستحقوا أن يكونوا في هذه الحكومة من منظر الكفاءة ومن منظر الأداء وإنما ربما التوازنات لدعت إلى ذلك هؤلاء مطلوبا منهم أن يقيموا أداءهم وأن يسلعوا أخطاءهم والوزراء الجدد مطلوب منهم من نجاح والبرلنان مطلوب منه وعلى رأس كتة حركة النهضة أن يمارس دوره الرقابي وفقا للعهدة التي أخذها من الشعب والإعلام مطلوب منه أن يقوم بالدور التوجيه ودور الرعاية والمجتمع المدني والشارع أيضا عند الاقتضاء مطلوب منه الاحتشاج في الوضع الانتقال الديمقراطي البلد محتاج للمؤسسات ومحتاج للأحزاب حاكمها ومعارضها ومحتاج أيضا للمجتمع المدني والإعلام والشارع بهذا نبني ديمقراطيتنا نعم كل الشكر لك سيد عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة كنت معنا مباشرة من تونس رأى وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفرافن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير شرعية على الإطلاق وأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن وأكد أن الضغط على نظام سويفت أمر غير مقبول وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني رأى أن ذلك لا يمكن إلا أن يسبب خيبة أمل عميقة وأن اتباع سياسة تستند إلى الإنذارات والمطالب الأحاضية في هذا الزمن أمر غير مقبول الاتحاد الأوروبي رأى أنه لا ضرورة لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران لا بل إنه سيبقى ملتزما بتطبيقها ألمانيا انتقدت من جهتها العقوبات الأمريكية وأكدت العمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار التجارة مع تهران نحن نعود هذه الخطوة خاطئة لقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا في الأسبوع والأشهر الماضية إننا في الاتحاد الأوروبي نتفق على هذا نحن مقتنعون تماما بأن الاتفاقية النووية الإيرانية التي توصلنا إليها تمنع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية لذلك نحن لا ننضم إلى الولايات المتحدة في هذا المسار وسنعمل على ضمان عدم انهيار الاتصاد الإيراني بالكامل لأنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسيعزز بنظرنا القوى الراديكالية وزير الخارجية الإيراني محمد جواذ ريف قال أن العقوبات الأمريكية تستهدف بالدرجة الأولى الشعب الإيراني وأضاف في تسجيل مصور مخاطبا الرأي العام العالمي أن حكومة ترامب ستضطر إلى تغيير سياساتها تجاه إيران وأنه ليس هناك دولة أخرى مستعدة لالتزام بهذه العقوبات الإدارة الأمريكية تعتقد أن فرض عقوبات غير قانونية وقاسية على إيران ستسبب أذى لشعبنا وهذا الأمر سيجبرنا على الخضوع لإرادته مهما كانت مطالبه نحن وشركاؤنا في العالم سنضمن أن يكون شعبنا الأقل تضررا في الحرب الاقتصادية التي تستهدف مواطنين بشكل مباشر بدلا من اعتمادها على الأحادية والعقوبات كأحدى أدوات الحكم التي ستدفعها إلى مزيد من العزة العالمية فمن الأفضل أن تتصدى الولايات المتحدة للكوارث والأزمات التي سببتها لمنطقتنا أسلاف الرئيس ترامب سبق أن بدأوا بصياغة سياسة إيران التي يرونها مناسبة لكنهم في نهاية المطاف طروا إلى قبول حقيقة إيران واحترامها بعدما خبروها جيدا وزير الخارجية التركي مولود جاوي شوغلو حذر من جانبه من خطورة عزل إيران ومن ظلم الشعب الإيران وأكد في تصريح له على هامش زيارته اليابان أن العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن أن تحقيق نتائج نحن الجار المباشر لإيران ونشتري الغاز والنفط بما يقارب الثلثة من إيران لذا بالنسبة لدول مثل تركيا حتى بالنسبة لليابان ليس من السهل تنويع مصادر الطاقة لديها وبينما كنا نسأل الاستثناء من الولايات المتحدة فقد كنا صارحين جدا معها بأن عزل إيران ليس حكيما وهو أمر خطير ومعاقبة الشعب الإيراني ليس عادلا السكريتير الصحافي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أعلن أن الرئيس الروسي بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع بعد فرض واشنطن عقوبات ضد تهران بيسكوف قال أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حيال الوضع وأكدوا عدم شرعية الإجراءات الأمريكية المزيد من المواقف الدولية والإقليمية بشأن العقوبات على تهران في هذا التقرير لهبا محمود يمكن رصد واختزال التفاعل الدولي مع العقوبات الأمريكية المفروضة على تهران برباعية جامعة إيران تتحدى أمريكا تصر غالبية دول العالم تعترض وإسرائيل والسعودية تؤيدان الرئيس الإيراني حسن روحاني وفي لهجة إصرار أكد استمرار بلاده في بيع النفط وأنها ستلتف بفخر على العقوبات غير المشروعة والظالمة بينما وفي الطرف المقابل يصر الأمريكيون على هذا المسار من العقوبات ويقول المستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتن إن الآتية أعظم قبل أن يشير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إلى أن هناك دولا تحتاج إلى وقت لتقلل من وارداتها من النفط الإيراني أعتقد أننا قلنا لفترة طويلة أن الصفر يعني الصفر لكن هناك دول تمكنت خلال سنوات الثلاث أو الأربع الماضية من شراء النفط من إيران تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى الصفر هذه ليست تنازلات دائمة بأي حال من الأحوال سنفعل كل ما في وسعنا للضغط على إيران بقوة فإما أن تغير سلوكها بشكل كبير أو تواجه كارثة اقتصادية وبين تهرانا وواشنطن يرفض العالم بغالبيته العقوبة الأمريكية ويستهجن هذا المسار ثماني دول أعفيت من هذه العقوبات هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لمدة ستة أشهر وهي من كبار زبائن إيران العضوي في منظمة أوبيك بدوره أعلنها الرئيس التركي بوضوح نحن لن نخضع لدولة تريد تدمير التوازن العالمي لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران لأنها خاطئة هذه العقوبات تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم ولن نريد العيش في عالم أمريالي تستفز أمريكا الجميع بعقلية الآمري والتابع وبين هذا وذاك يبقى الأكيد أن تهرانا لطالما أجادت التعامل مع الضغوط الدولية والعقوبات عندما كانت تحظى بتأييد دولي واسع لذا فقد يبدو الآن التعامل مع العقوبات أسهل في ظل الرفض الدولي الغالب حاليا أناطق الإقليم باسم الخارجية الأمريكية نتان تاك أكد أن لا تراجع أمريكيا بشان العقوبات على إيران وقال للميادين أن هذه العقوبات تفرض ضغوطا شديدة على إيران ستمنعها من زعزعة الاستقرار في المنطقة متوقعا برغم ذلك استقرار أسعار النفط سنسعى إلى تقليص الصادرات الإيرانية للنفط إلى أقصى درجة ممكنة إلى الصفر نحو الصفر ونحن وفرنا هذه الإعفاءات أو استثناءات لثمارية الدول لأنها وافقت على تقليص الإيرادات أو استيراد النفط الإيراني بشكل ملحوظ جدا وإثنين من هذه الدول قالت إنها ستتوقف تماما عن استيراد النفط فنحن واثقون بأن الدغط الاقتصادي عن إيران فعلا دغط حقيقي وقوي وإن هذا النظام لن يتمكن من التحايل على هذه العقوبات رد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن يدي قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ملتختان بالدماء اللواء جعفري قال لبومبيو تصريحاتك مضحكة ودليل عجز وإفلاس وسأله هل تعتقد حقا أن دولة متورطة في سفك دماء الشعبين اليمني والبحريني كالسعودية تحارب الإرهاب؟ جعفري قال أن الجميع يعلم أن حنكة سليماني هي التي طهرت الأراضي الإسلامية من عملاء واشنطن الإرهابيين التكفريين مر اليوم الأول للعقوبات الأمريكية على تهران من دون أن تلقي بظلالها على الأسواق المالية والتجارية فبدأ الشارع الإيراني طبيعيا وهادئا ملح مريا جال في بعض أسواق تهران وأعد التقرير التالي هنا في وسط تهران تحديدا في شارع فردوسي الذي يعد مركزا لمحال الصيرفة جئنا لإلقاء نظرة على قيمة العملة الإيرانية مقابل العمولات الأجنبية بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ يبدو استقرار الأسواق المالية واضحا لم يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الإيرانية بل على عكس المتوقع تراجع ولو على نحو طفيف هنا تسير الأمور على طبيعتها لا ازدحام أمام محال الصرافة لشراء الدولار ولا خوف من تدني قيمة العملة المحلية على خلفية العقوبات الأمريكية أعتقد أنه بالآلية المعتملة حاليا من الحكومة فإن الأمور ستصبح أفضل وستحل المشاكل الاقتصادية من وسط طهران إلى جنوبها انتقلنا للاتلاع أكثر على حركة الأسواق التجارية هذا هو بازار طهران أو البازار الكبير كما يعرف هنا يعد قلب إيران الاقتصادية النابض وكان له دور مهم في الحياة السياسية في مراحل تاريخية متعددة تبدو حركة المواطنين فيه كالمعتاد ولا أثر للعقوبات الأمريكية على الأقل حتى الآن انتفض البازار احتجاجا على احتكار بريطانيا للتمباكي عام 1890 وأدى دورا رئيسيا في الحركة الدستورية عام 1906 وكان دوره رياديا في دعم الثورة الإسلامية ضد نظام الشاه وتاريخه حافل في التصدي للاستعمارين البريطاني والأمريكي لكنه اليوم مع الحكومة الإيرانية أمام تحدي جديد وهو التصدي للعقوبات الأمريكية فهل سينجح في ذلك؟ يرى بعض الخبراء أن الأمر ممكن إيران جربت سابقا العقوبات التي فرضها ترامب حاليا واستطاعت الالتفاف عليها وهذه العقوبات الآن محكوم عليها بالفشل لأنها أحدية ولأن شركاء أمريكا لا يرغبون في تطبيقها وهي عقوبات ليست مدروسة جيدا الفشل في تصفير النفط الإيراني بات أمرا محسوما وبالتالي الفشل في تحقيق العقوبات أهدافها محسوم أيضا برأي الإيرانيين أما الخيارات الأخرى فتؤكد إيران جاهزيتها للتصدي لها بكل حزم وقوة هكذا تعيد التذكير بين الحين والآخر بأنها ستكون بالمرصاد إذا تجاوزت الولايات المتحدة الخطوط الحمر من حمرية طهران الميادين فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة من جديد أهلا بكم يواصل الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد المصفية للكونغرس بغرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب أحدث استطلاعات الرأي أظهر تصدر الديمقراطيين انتخابات مجلس النواب فيما يرجح احتفاظ الجمهوريين بالأكثرية في مجلس الشيوخ وللمزيد معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان يأتيك ألف عافية منذر أبدأ معك بكل جديد حول هذه الانتخابات لناحية الأقبال تحديدا والعوائق الطبيعية أن كان لها أي أثر على هذا الأقبال على أن نتحدث لاحقا في كل تفاصيل هذه الانتخابات وإذا كانت استطلاعات الرأي حتى الساعة مطابقة لكل ما يجري على الأرض تفضل يعني بداية ساعات أولى للانتخابات وفي الساحل الشرقي والجنوب هناك وضع طقس سيء لا يساعد على الإقبال ربما البعض قرر تأجيل ذلك ولكن أيضا هناك أمر آخر علينا أخذه في الاعتبار تفاوت المناطق من حيث تصويت المبكر أو تصويت بواسطة البريد وهناك أرقام قياسية يعني 36 مليون شخص صوتوا بشكل مبكر بالإضافة للذين صوتوا يحق لهم التصويت بواسطة البريد إذن ليست مؤشر على انخفاض سيكون هناك بالتأكيد اهتمام وإقبال شديد قياسا بالانتخابات النصفية التي كانت تسود في السابق استطلاعات الرأي العام لا تزال تشير إلى تقدم الديمقراطيين في مجلس النواب طبعا ليس معروفا حجم هذا العدد الإضافي يعني هناك يحتاج ربما يكون هناك بضعة أصوات بضعة مقاعد والبعض يقول ربما عشرة أو أكثر إضافة في مجلس النواب أما في مجلس شيوخ هناك لا يزال اعتقاد بأن الحزب الجمهوري سيستطيع الحفاظ على الأغلبية فيه وكان ملفت أن الرئيس ترامب في حملة الانتخابية المحمومة في الساعات الأخيرة كان يركز على مقاعد مجلس الشيوخ بالتحديد المقاعد التي يمكن أن يخسرها الجمهوريون أو لكي يربحها وبالتالي ليضمن على الأقل نجاح الحزب الجمهوري ما يلخص كان ملفت لا أدري إذا كان يمكن قراءة هذا المنشيت لصحيفة هي محافظة عادة تؤيد الحزب الجمهوري العنوان الرئيسي يقول ترامب مقابل المقاومة كلمة المقاومة هنا كانت لمقاومة مجيء ترامب إلى السلطة إذا نتذكر أنه كان فيه معارضة وصدمة كبرى في الولايات المتحدة أدت إلى أن النساء في ثاني يوم يقومون بمظاهرة لم يسبق لها مثيل بمئات الألاف ويقولون يعني بدأ الاشتباك إذن هذا نوع من الاختصار لطبيعة المعركة الانتخابية هناك منشيط آخر من الصحافة يعكس أيضا الأمر صورة لطرامب في حملة انتخابية وتقول بأن هل ترامب هل ستكون موجة كنا نتحدث عن موجة الحمراء انتلاقا من هنا ربما منذر انتلاقا ربما من هنا منذر أود أن أسألك هل هذه الانتخابات تمثل إرادة الشعب أكثر ماذا يعني للأمريكي انتخابات تتعلق بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ما الذي يجعله ربما متميزة أكثر عن انتخاباته الرئاسية أين نقاط قوة هذه الانتخابات التي تجري اليوم على حياة الأمريكي ماذا يفهم منها وكيف يميزه عن باقي الانتخابات المجتمع الأمريكي يمر في تحولات وتحولات جوهرية حقيقية أدت إلى حالة انقسام شديدة الانتخابات النصفية عادة كانت تمر بدون هذا الاهتمام الواسع وهذه الضجة الكبرى هذه المرة بسبب مجيء ترامب إلى السلطة وطبيعته كشخصية مختلفة عن بقية الرؤساء الذين أتوا إلى سدة الرئاسة جعلت هذه الانتخابات نوعا ما شخصنتها حول الرئيس وبتالي تحولت وكأنها امتداد نصفي لانتخابات رئاسية وليست انتخابات نصفية للكونغرس وحكام الولايات بالدرجة الأولى هذا ما يتم يعني 35 ثلث مجلس شيوخ ونصف تقريبا أو أكثر من حكام الولايات وكل أعضاء الكونغرس كل سنتين يتم ذلك ولا يتم الرئاسة كل أربع سنوات ترامب بطريقة تصرفه جعل هذه الانتخابات انتخابات رئاسية وهو أوضح في حملة الانتخابية بأنكم صوتوا عندما تصوتون تصوتون لي إذن أهميتها بأن هل ستكون منح ترامب جرعة جديدة لهذا الموقف الاستثنائي في كيفية إدارة للبلاد وفي كيفية إدارة موقع الرئاسة وفي كل المواقف المختلفة التي أدى فيها والتي أدت إلى حدوث مزيد من الانقسام أم أن الشعب الأمريكي مبكرا خلال عامين سيجعل هناك عملية تصحيح وبالتالي يجعل هناك نوع من العرقلة لهذه الاندفاعة لترامب ويبدأ في عملية التصحيح للانتخابات الرئاسية القادمة بمعنى أنه ربما حتى يفرد تخلي الحزب الجمهوري عن ترامب جميل وبالتالي مع هذه الخيارات عندما تغلق سندوق الاقتراع أي أبواب ستفتح بعدها بشكل سريع بشكل سريع هناك ثلاث احتمالات الاحتمال المرجح هو أن يكون هناك نوع من التساوي بين الحزبين بمعنى حزب يأخذ المجلس النواب وحزب يأخذ مجلس الشيوخ علما أن مجلس الشيوخ هو أهم ولكن في مجلس الشيوخ لا يوجد ثلثين يوجد فقط أغلبية بسيطة في صوت أو صوتين أو ثلاثة إذن سيبقى الكونغرس في حالة عجزة عن تشريع المؤيد للرئيس ولكن الحزب الديمقراطي إذا استلم في مجلس النواب سيكون عنده القدرة على محاصرة الرئيس الأمر الآخر أنه طبعا المفاجأة الكبرى ستكون في اجتياح الديمقراطيين للمجلسين عند ذلك بالفعل سيكون حكم تاريخي على ترامب أما إذا بقي إذا الحزب الجمهوري نجح فعندها ترامب سيقول بأنني أنا سبب كل ما يجري في الولايات المتحدة من إيجابيات وبالتالي سيتوج نفسه رئيسا من الآن لدورة ثانية وبالتالي سيتصرف على هذا الأساس كل شكر لك مندر سليمان ولكن هذا أمر طبعا مستبعد وقد يكون صعب كل شكر لك زميل مندر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن على هذه المداخلة تواصل القوات العراقية المشتركة والحجد الشعبي دورياتها أو دورياتها على الحدود الغربية مع سوريا لتأمينها تحسبا لهجمات محتملة لداعش وانتشرت كتيبتان من الجيش العراقي على طول الحدود مع مقاتلين من الحجد الشعبي في عملية مشتركة هدفها حماية الحدود العراقية من مسلحي داعش الذين تقدموا في الجانب السوري المقابل بعد معارك مع قوات سوريا الديمقراطية نفذ الحجد الشعبي عملية دهم وتفتيش من مناطق جرف النصر باتجاه مناطق بغداد لمنع أي تسلل لعناصر داعش وذلك بعد ورود معلومات استخبارية عن محاولة خلايا داعش التسلل عبر جرف النصر إلى المناطق الواقعة شمال شرق الناحية باتجاه العاصمة وعثر على أنفاق وحفر كانت تنظيم يرمي لاستخدامها فضلا عن ضبط أسلحة ومواد متفجرة ونبقى في العراق حيث كشف تقرير للأمم المتحدة وجود أكثر من مئتي مقبرة جماعية تضم الألاف من رفات عراقيين قتلهم تنظيم داعش خلال فترة سيطرته بين عامي 2014 و2017 التقرير أشار إلى أن هذه المقابر تحتوي على أدلة قد تساعد على تحديد هوية أصحاب الرفات من أجل إعادتها إلى أسرها وتقع المقابر الجماعية التي وثقها التقرير في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجود أكثر من مئتي موقع للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير في حين أن من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر فإن أصغر موقع في غرب الموصل يحتوي على ثماني جثث بينما يعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل والذي قد يضم الآلاف إن الأدلة التي تجمع من هذه المواقع ستكون محورية في ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات تتسم بالمصداقية ووفقا للمعايير الدولية لأصول المحاكمات أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر صحيفة اليوم السابع نقلت عن السيسي قوله إن على الشعوب العربية أن تبقى مدركة حقيقة ما تمر به المنطقة وعن العقوبات الأمريكية على إيران قال السيسي أن عدم الاستقرار في أي دولة من دول المنطقة يؤثر فيها جميعا قال أمير قطر تميم بن حمد الثاني أن مجلس التعاون الخليجي فشل في تحقيق أهدافه وهو ما تبدى من خلال استمرار الأزمة الخليجية وأكد أن بلاده تمكنت إلى حظ بعيد من تجاوز أثار الحصار المفروض عليها ومن المؤسف حقا أن استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إقفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات الشعوب الخليجية ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر وهمش دوره الإقليمي والدولي عسى أن يستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلا أمير قطر قال أنه لحل عسكريا للوضع في اليمن وشدد على الحفاظ على وحدة سوريا وفيما يتعلق باليمن فإننا نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استغرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة السياسية فقد ثبت أنه لا يوجد حل عسكري للخلافات اليمنية التي سبغ أن أظهر الشعب اليمني الشقيق قدرته على تسويتها في الحوار الوطني وفي الشأن السوري فإننا منذ بداية الأزمة نحرص على أن تبغى سوريا وطنا موحدا وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب طفلان في قصف صاروخي سعودي على منطقة طلان في مديرية حيدان بمحافظة صعدة القصف الصاروخي والمدفع استهدف المواطنين في مديريتي من منبه ورازح الحدوديتين في المقابل أعلن الجيش اليمن واللجان الشعبية سيطرتهم بالكامل على مديرية جبن في محافظة الضالع أكد رئيس اللجنة ثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني يؤمن بأن ما وصفه بقوى الغزو لم تستطيع أنهاء المعركة في اليمن بالرغم من تصعيدها المتواصل في الساحل الغربي وغيرها من الجبهات على حد تعبيره وفي لقاء تشاوري للمبادرات والمكونات الشبابية بصنعاء أشار الحوثي إلى أن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة ويجب أن لا يكون مع الرئيس هادي ومن وصفهم بمرتزاقته وعقد اللقاء بمشاركة 200 شاب يمني من أصحاب المبادرات والحكومات والبرلمانات الشبابية من مختلف المحافظات اليمنية لأننا نؤمن بأن العدو لن يستطيع أن ينهي المعركة نحن وهو سنبتع في المعركة حتى أوم القيامة فإما الحوار وإما الكتار أوم القيامة لا يستطيع على الإطرال أن يحزم أبناء الشعب اليمني ما دام وأمامه رجال الرجال في كل الجبهات نهاية المطاف ستأولون إلى الحوار ونحن مرحلون بالحوار منذ البداية لكن الحوار الغير المجدي هو الحوار معه هادي ومرتزاقته لأنهم ليسوا أصحاب الغرار يأتي أهمية اللقاء التشاوري في هذه الفترة بالذات وفترة العدوان الشباب يقدمون رسالة للعالم بأن شباب اليمن متوحدون كل الكيانات والطوائف متوحدون في ظل جمهورية يمنية واحدة يرفضون العدوان نعم للسلام نعم للحوار المشرف لا للقتل ولا للدمار جئنا في هذا التوقيت لأنه للأمانة نحن نعاني من أزمة خانقة والعمل التطوعي لا يوجد له أي أسس أو قواعد نمشي عليها فهذا المكان الاجتماعي اليوم سيكون فيه أسس وآلية أنه العمل التطوعي سواء كلا المنظمات أو المبادرات ضمن إطار محدد ومعين وآلية تحكم العمل التطوعي يستعد مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينيون لإطلاق حملة تضامن إلكترونية مع اليمن الحملة تهدف إلى تأكيد التضامن مع الشعب اليمني ودعم سموضه بمواجهة العدوان ملك خالد أهلا بكم خلال الساعات التي تلت انتشار صورة الطفلة أمال حسين التي توفيت وهي جائعة في اليمن توفق العشرات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينيين على أن تكون الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ساعة الصفر لإطلاق حملة إلكترونية تضامنية مع اليمن واسمها من فلسطين هنا اليمن ورشة النقاش والأعداد للحملة مستمرة على مدار الساعة بين المشاركين من حول العالم البعض وثق لمخطات بارزة في تاريخ العلاقة بين الشعبين ولسيما للدور اليمني في تدريب مقاتلي ثورة الفلسطينية كذلك ذكر البعض بشهداء اليمن على أرض فلسطين وبينهم رفق شهيد دلال المغربي في عملية كمال عدوان الشهيرة التي أوجعت الاحتلال وهما شهيد عبد الرؤوف عبد السلام علي ومحمد حسين الشمري كذلك نشرت ملصقات يمنية قديمة تدعم ثورة الشعب الفلسطيني كثر حي وثبات اليمنيين على دعمهم لفلسطين في كل الظروف وتحت القصف والحصار نشرين صورا للتظاهرات الضخمة التي لم تنقطع يوما عن شوارع اليمن دعما لفلسطين ورفضا لحصار غزة وهناك من استخدم وسم الحملة لنشر إحصاءات عن الحرب المستمرة على اليمن وما تسببت به من كوارثة على المستوى الإنساني والحياة اليومية إضافة إلى التدمير الكبير الذي لحق بالبنى التحتية ومقدرات الحياة في كل البلاد فيما ذكر آخرون بضرورة محاسبة كل من تأمر على الشعب اليمني من دول التحالف ودع البعض إلى مقاطعة البضاء السعودية كرد على العدوان على اليمن الوسم ينتشر بسرعة كبيرة حتى قبل انطلاق الحملة في موعدها المحدد والنقاشات حول الهدف والمقترحات وما يمكن فعله في الفضاء الإلكتروني لا تتوقف وقد بدأت أصداء هذه الحملة تصل إلى اليمنيين كما يظهر في هذه التغريدة التي نقرأ فيها ما خاب الظن بكم من يدخل على هاشتاغ من فلسطين هنا اليمن يصدم الحملة لم تبدأ بعد ونرى تفاعل رهيب على الهاشتاغ ونؤكد أن فلسطين ستبقى هي قضيتنا الأولى تذكير بعنوين هذه النشرة قرار رسمي سوري بعودة الفلسطينيين إلى مخيم اليارمو والمقداد يؤكد للميادين حرص دمشق على إعادة ترميمه بعد رفض السبس التعديلات الحكومية نداء تونس يتهم الشاهد بالانقلاب على الرئاسة والنهضة تصف الاتهامات بالسياسة المزدوجة رفض أوروبي روسي تركي للعقوبات الأمريكية على إيران وتمسك باستمرار التعاملات التجارية معها استطلاعات الرأي تظهر تقدم ديمقراطيين في مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية الأمريكية الميادين دوت نات للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نات إلى اللقاء اشتركوا في القناة